ما حكم من كان له دين على رجل فقير فأبراءه منه يعني أسقط عنه الدين أسقط عنه الدين واحتسب هذا الدين من زكاة ماله لا يجوه لا يجزئه ذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة رجل أعطى رجلا مبلغا من المال عشرة ألاف مائة ألف مليونا والرجل عاجز اللي هو المدين عن السداد فجاء هذا الدائن صاحب المال وقال خلاص أنا احتسب المليون من زكاة المال من زكاة مالي وأسقطوا عن هذا والجواب لا لا يجوز باتفاق المذاهب الفقية الأربعة لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالآن تدل على أن الزكاة أخذ وإعطاء يا سلام خذ تشهد رقيق خذ من أموالهم ثم أعطي هذا المال للفقراء كما قال النبي لمعاذ وأعلمهم أن الله قد فرض على أغنيائهم صدقة تأخذوا من أموالهم من أموال أغنيائهم فتردوا على فقرائهم فالآه الكريم تدل على أن الزكاة أخذ وعطاء ومن أبرأ غريمه واحتسبه أي هذا المال الذي هو الدين من زكاة ماله فهذا ليس فيه إعطاء للفقير فلا تبرأ ذمته إلا بأن يدفع زكاة ماله والله جل وعلا قل ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون فمن أبرأ غريمه من دين بنية الزكاة عليه فهو بمنزلة من أخرج الخبيث من الطيب لأنه عدل عن إخراج ما يملكه من ماله إلى ما في ذمة المعصر المدين ولم تكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة كذلك بل كانت على خلاف هذا كان يأخذ المال من أعيان المال عن ظهر أيدي الأغنياء ثم يرد هذا المال إلى الفقراء وكذلك كان خلفاء الراشدون من بعده وإلى أمنا هذا هذه المسألة في غاية الأهمية فالزكاة حق لله تعالى فلا يجوز للمسلم أن يصرف الزكاة إلى نفعه الشخصي ومصلحة الشخصية خلاص أنا أسقط الزكاة في مقابل أن أسقط أن أحتسب الزكاة في مقابل أن أسقط هذا الدين عن المدين لا يجوز أن يحتسب الدين الذي له من الزكاة قبل قبضه فمأمور بأداء الزكاة كما أمر الله ومأمور بإيتاء الزكاة فإسقاط جزء من الزكاة بدعوى أنه أبرأ غريمه من الدين هذه حيلة باطلة ولا يعد من فعل ذلك مخرجا لزكاة ماله لا شرعا ولا عرفا بل تبقى الزكاة دينا في رقبته حتى يؤديها تدبر بقى المسألة اللي جاية دي طيب دفع الزكاة إلى غريمه خلي بالك يرى أن غريمه هذا الرجل المدين ده العاجز الفقير عن سدد الدين يراه فقيرا ويراه محتاجا إلى المال جدا فأخرج زكاة ماله إليه انتبه معي لما أقول ولم يشترط الدائن على المدين شيئا وهو يدفع له الزكاة إلا أن المدين حين قبض الزكاة وأصبحت ملكا له رد هذا المال إلى الدائن على أنه جزء من دينه جائز جائز أرجو أن تنتبه فمصطلحات الفقه دقيقة إذا دفع الزكاة إلى غريمه فردها إليه غريمه بعد تملكها قضاء عن دينه أو عن جزء من دينه دون أن يشترط ذلك دون أن يشترط ذلك هذا جائز وأجزأه عن الزكاة وهذا هو مذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة وهو قول عند الملكية هو يجوز أن يدفع الزكاة لو نعم هو غارم هو فقير هو من الأصناف التمانية أما إذا اشترط قال له نهدي لك زكاة مالي مئة ألف مثلا أو خمسين ألفا وتردل المبلغ ده على أنه الدين الذي عليك لا يشوز قد بيّنت هذا في مسألة السابقة أما يندفع إليه الزكاة فصار المال ملكا له لكن هذا الرجل المدين الغريم يتلوى من الدين عليه وذل بالنهار وهم وغم بالليل أسأل الله أن يرفع الدين عن المدينين فمجرد مقبض المال من الزكاة من هذا أو من ذاك أو من ذاك جمع هذا المال أو ذهب لصاحب المال الذي اعطاه الزكاة وقال خذ هذا المبلغ من ديني هذا جائز ما لم يشترطه أما إذا اشترط عليه ذلك كان كمن لم ينفع الزكاة ولم يعطي الزكاة